السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك وبيكي على قناة وتطبيق فرينشاوي مع ميسيو وليد مصطفى في الفيديو ده إن شاء الله هنقدم ملخص على الوحدة التانية منهج أولى ثانوي كل التفاصيل والنقاط اللغوية والقواعد والإيميلات والمواقف اللي المفروض تكون عارفها في الوحدة التانية منهج أولى ثانوي هتلاقيها في الفيديو ده فخليك مركز معايا للنهاية الوحدة التانية بعنوان منتدى أو نادي أو مجموعة شباب الفنانين نشوف الكلمات بتاعت الوحدة ويريت نركز فيها كواس قوي ونركز في الإيه المسكولان وإيه الفيميناء في المذكر والمؤنث يا طبعا لو كلمة مفردة هتبقى ميل الواحد بس طبعا هي عشان في الدرس كلمة جمع فهو جيبها في الجمع جهزة يا جمع مذكر �� qualidade ونروها نابد أَا هثنًا ن في درس كلمة ونفك تاره ونروها ونروها، والباك تاره ون restlessيخ وذهبت أيضًا في السمанию وليس عندما تريد الغياط؟ ويهَد درس Nick iter bone الموت res cie هنا تحبات في الواحدة يا جمع صغيرة إلى هناك temper فهم فاسقة هوية وس 그래서 دعوة هنا كلمات كلها مؤنفة يبقى في الأول كله كان كلمات مذكر بعد كده الكلمات المؤنف وهنكمل السباحة اختصارها البحر ليه الكلمات دي كلها؟ لأن الجزء المهم في الدرس ده هو التعبير عن الميول ايه اللي حضرتك بتحبه وايه اللي مش بتحبه فركز على الكلمات دي كويس عشان هتضر تستخدمها في جمل وانت بتتكلم عن نفسك او انت بتتكلم عن الآخرين يعشق يكره فت كفرب فت يهنق ينظم طبعا ينظم حفلة او ينظم اي حاجة تانية بس يدي المشفورة يعني او اللي بتيجي يشاهد يغني يقضي لو جاي بعدها زمن او فترة زمنية يعني يقضي يقضي اسبوع يقضي اليوم يقضي حفلة وهكذا دانسي يرقص بخاتيكي يمارس اكس بخيمي يعبر عن سترميني ينتهي رانجي دي ادجكتيف صفة لو ضفنا لها اوتي بقى مؤنف بمعنى منظم او مرتب بتتقال على الاشياء مش عال اشخاص لو بنوصف اشخاص بنستخدم الصفة اللي قلناها في الدرس اللي فات او في الوحدة اللي فاتت او ديز او ديز او دوني بريزيليان بريزيليان دي صفة من دولة البرازيل برازيلي برازيلية جويه جويهز اللي هو سعيد سعيدة ليفورنيتور سكولير المستلزمات المدرسية وبرضو مهمة جدا نركز على المسكولا وعالفيمينا وعالبلوريال Cينتوريال Un taille crayon Un sac à dos ساك حقيبة دو الظهر A dos حقيبة الظهر Un livre كتاب Un cahier هنا نبدأ في الكلمات المؤنثة Une feuille ورقة كلمة feuille تنفع ورقة في كتاب أو ورقة في شجر لكن عشان نميز أنها ورقة من الورق نقول كده Une feuille de papier ورقة ورقية يعني ورقة ورق زي الورق الفلوسكاب Une règle مصطرة une gomme un trousse des ciseaux des crayons de couleur وهنا أقلام ألوان كلمة crayon يعني أقلام أهي أقلام الخشب أو ألم رصاص الألم الخشب ده لو كتب ألوان couleur يبقى هذا اسمه ألوان خشبية تمام أقلام ألوان بس الخشبية مش الفلوماستر الفلوماستر اللي هي فاتر النقطة الأولى ليز أختيك لديفيني أدوات المعرفة أدوات المعرفة الثلاثة الأصليين اللي هي ل للمذكر لا للمؤنف وهما الاثنين يتم تحويلهم إلى إلا أبوستخوف إذا كانت الكلمة المذكر أو المؤنس وهي مفرد أو مبدوئة بحرف حرف متحرك حروف المتحركة بالفرنساوي الخمسة بتوع الإنجليش ضيف عليهم حرف الـ Y حرف الـ Y حيبقوا 6 حروف متحركة وضيف إليهم حرف الـ H اللي هو شبه الحروف المتحركة هو ليس حرف متحرك ولكن في غالبية الأوقات لا ينطق وطالما أنه لا ينطق بنعتبره كأنه متحرك ليه بتيجي مع أي كلمة جمع سواء مذكر مؤنس أو الهافويال جمع المدرس الحزازة أو الإسورة البنت المقلمة الصديق المدرسة دي كلمة مذكر أخذت الأبوستخف وده كلمة مؤنف واخذت أيضا الأبوستخف الزملاء جمع مذكر الفوتو السور جمع مؤنف النقطة الثانية بعنوان الأفعال وهنقسمها على نوعين الأفعال اللي آخرها ER وده نقطة مهمة جدا اللي هي أفعال المجموعة الأولى وإزاي بنصرفها لتصريف أفعال المجموعة الأولى بنحذف ER ونسيب أصل الفعل ونخذ الأصل نضيف عليه النهايات اللي هي E E S E O N S E Z E N T أمي جم تي أم إي لام نو زمان فو زمان إي لزم أدوري يعشق جمع 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 وملاحظات على على النطق الافعال تقريبا لو ركزت في صوتي وانا بنطق وتقدر تراجع الافعال تاني هتلاحظ كيفية النطق ان الا والاس والا والانت لا ينطقوا ابدا في نهاية الافعال او ان اس بننطقها او والاز بننطقها اما النوع الثاني من الورب هو الورب او الفعل لحالة خاصة او لتصريف خاص لانه من الافعال المجموعة الثالث يتصرف كده جي توا إلا إلا نوزاون ووزاون ووزاون ويزاون ويزاون هو فعل يعبر عن الملكية ومتعدد الاستخدامات والمعاني زي ما هنشوف طول ما احنا بندرس فرنسي جي سيزاون قلناها كثير جي ان ساكا دو انا عندي حقيبة ظهر او معي حقيبة ظهر التعبير عن الميول عشان تعبر عن ميولك اللي هو انت ميال ايه بتحب ايه تفضل ايه تعشق ايه تكره ايه ميولك ايه اللي بيشدك وايه اللي بيجذبك وايه اللي ما بتحبوش وايه اللي بتنفر منه بنستخدم الاربع افعال اللي قلناهم الصفحة اللي فاتت يعشق يحب يفضل يكره جام لاغي قياسيون بحب الفسحة او البريك جونين بالي جي فيديو لا احب الالعاب الفيديو لو عايز اعبر عن حب الشديد اللي هو جام انا احب ممكن اضيف بعديها كلمة او ظرف بكو او بيا جام بكو بحب جدا جام بيا احب كثيرا او جدا هما الاتنين بمعنى كثيرا او جدا في الحالتين خلاص لو انت بتنفيه او عايز تقول لا احب هتقول جونين با كده كده في حالة النفس بتستخدم با لو عايز تخلي النفس ده مش هتدد يعني فيه فوكس وسترس كده وتقول لا احبه ابدا وتجز على اسنانك كده وتكشر حواكبك يبقى تقوم حطت بعدها كلمة دي تو يبقى با دي تو وخب لك ان دي اخرها او ولا تتغير ابدا حط دي كده وكتبها في الكراسة بتاعتك على جنب وبروزها وعلم عليها با دي تو مش هتتغير عشان هتجيش بعد كده تقول لي الله مش احنا قلنا لو جي كذا كذا كده بنتغير دي مش هتتغير النقطة الرابعة لبلغيال دي زيكتيف كاليفيكتيف جمع الصفات وجمع الصفات نقدر نلخصه في كلمات معدودة عشان تجمع اي صفة بتضيف لها اس سواء تبقى جامع مذكر زي بيتي تحط لها اس سواء تبقى بيتي والاس لا تنطق في جميع الاحوال لو مؤنف زي بيتيت هتجمع باضافة اس وبردو الاس مش هتنطق وحتبقى بيتيت لو صفة وهي في المفرد تنتهي باس او ايكس تظل كما هي فخانسي اخرها اس لو عايزها جامع مذكر مش هتتغير فخانسي ساريو جاد وهي لو عايزها جامع مذكر هتبقى ساريو برضو لن تتغير طيب عايزها جامع مؤنف الكلام هيتغير ليه لانك هتحول لها اولا للمؤنس بفخانسيز او ساريوز كده بقى اخرها وبالتالي ينفع نضيف لها اس عادي مفيش مشكلة الصفة المنتهية باو تجمع باضافة ايكس نوفو نوفو بو بو هنا جديد وهنا جميل الصفة المنتهية بال الال تحول الى او جانيال لو جامع مذكر هتبقى جانيو اما لو عايز جانيال جامع مؤنس جانيال هتقنسها الاول هيبقى اخرها اه وبعده تقوم ضيف عليها اس ناخد بالنا من التفاصيل دي عشان دي اللي بيكون فيها اللعب والحركات اما في صفات شازة او صفات لا تجمع او لا يضاف لها اس او ايكس او اي حاجة يعني بتيجي في المفرد زي ما بتيجي في الجامع زي اللون غانج كلون كصفة لون اللون ماران اللون البني زي كلمة برضو لا تجمع زي ما قلنا عليها لا تجمع عكس كلمة سامبا سامبا ما بتتقنسش ولكن في حالة الجامع بتاخد اس ايام الاسبوع الاسبوع عندنا في مصر او في العالم العربي بيبتدي يوم السبت اللي هو سامدي ديمانش لندي ماردي مركدي جودي فندردي دي ايام الاسبوع وكلهم اخرهم دي ما عدا يوم الحد هو اللي بادئ بدي ايام الاسبوع كلهم مفرد مذكر يعني لو عايز تاخد قدام اي حاج اي يوم فيهم قدات معرفة هتقول ل تمام بس اللي بتستخدم عند التكرار ايام الاسبوع لا تسبق باي حرف جر يعني عمرك ما تفكر تحط قدامها في يوم السبت لا انت بتقول الكلمة على طول كده تمام اوني جيبت في مصر لا سومان كومونس والاسبوع بيبتدي لسامدي يوم السبت لفندردي الجمعة سي لويك انت اما الجمعة هو يوم الويك انت اون فرنس في فرنسا لا سومان كومونس الاسبوع خبه لك ان الاسبوع كلمة مؤنف واغد لا لولندي بيبتدي يوم اللندي يوم الاتنين لسامدي يوم السبت والاحد سي لويك انت هما يكون الويك انت ولاحظ كويس اول فرق بين كلمة تو وكلمة شك ايش معنى علشان بتيجي في الاسئلة وبتعمل حاجات حالوة ترجمتهم الاتنين بمعنى كل اللي هو بالانجليزي تقدر تقول كده زي افري وزي اول شاك دي اللي هي افري شاك سومان شاك فوندغي دي يعني افري افري ويك افري داي افري ساتر داي وهكذا اما تو يعني اول 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 ايه بقى اول اول ستودنتس اول مش عارف تيتشارز اول مش عارف كذا خلاص الا ان كلمة تو تعتبر صفة صفة يعني تتحول على حسب الكلمة اللي جاية بعديها وليها اربع اشكال طبعا يبدو ان هما مش مذكورين هنا هيقابلونا فيما بعد وهما يكونوا مكتوبين قدامك تو 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 توت توت هتفتكرهم كويس وانا بشرحهم ان شاء الله شاك بتيجي امام اي اسم سواء موفر فوندرو دي كل جمعة اون فا او كلاب بنكون في النادي تو لاخيرها اس دي بيجي بعدها جامع مذكر هناخد بقى الاشكال التانية منها ان شاء الله لاحقا موجودين وانا عارف مشروحين كمان تو لي فندرو دي كل الجمعات تمام هتلاحظين تو جاء بعديها الكلمة جامع مذكر دير لادات دونيسانس ازاي تقول تاريخ ميلادك قبل من نكلم عن تاريخ الميلاد لنا بده ان نعرف شهور السنة ايه هما يعني السنة يعني شهر وهي كلمة مفرد مذكر اخرها اس لما تتجمع بتفضل كما هي بس تحول الاداة اللي قبلها الى ليه شهور السنة شهر الاول هو ونركز في ترتيب الشهور كويس عشان في بتفاجئ انه طلبة مش عارفة شهر شهر ستة ده اسمه ايه وشهر تمانية اسمه ايه غلط طبعا لازم تبقى عارف ترتيب الشهور باسماءهم قدل اشهر بارقامها حاول تحفظها او حاول تحفظها بشكل ما لو انت مش حافظهم شوف لهم اي طريقة واسمهم في دمائه هكذا للحديث عن تاريخ الميلاد بنستخدم التعبير ده اللي هو كلمة يعني بالانجليز اللي هي بورن ولده يعني اجي اتكلم عن نفس اولا اي واسبورن مثلا مش عارف ان اقولتها صحة ولا لا متبوعا بأحد العناصر الاتية يعني اول اي ليني طبعا فارباتر هيكون متصرف اما جسوي او توي او اي لي او اي لي ومعا ملاحظت ان لو بكلم على مؤنف بضيف الاداء بضيف عدم علامة التعنيس اللي هي ا ا اتخني ل وخب بالك كويس قوي عشان ديلي يبقى لها التكات والحركات لو شفت ل تعرف ان يجي بعدها رقم رقم وبعدين الشهر رقم ثم شهر يعني اي ليني هو يكون ولده طبعا بترجم حرفيا اي ليني هو يكون ولده بس بعدين هنعرف ان ده زمن مركب زمن ماضي معناها هو ولده الخامس من اغسطس اي ليني هي ولدت هنا بقى نقول ان ويجي بعدها الشهر على طول ان جانفيير شهور السنة الاثناشر ياخد ان ان جانفيير ان فافغيير ان مارس الو في مارس في يناير وهكذا هم ولدوا هنا بقى في حالة الجمع ال فرب اتر بقى في الجمع بقى صن واخدت الاكار اس واخدت اس الجمع عشان دول الجمع لو سنة تاخد برضو السنوات كلها تاخد حرف الجار اون يبقى اون بييجي مع السنوات اون بييجي مع الشهور لا فاغ من نيجاتيف صيغة النفي والنفي هنا بتاخده بمنتهة البساطة والهيافة كمان يعني ايه نفي يعني بتدور على الفعل المصرف او الفعل المتصرف وتقوم حاطة قابلية او 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 سن إن بحط N-E طب ال-E دي ممكن أشيلها وحط مكانها أبوستروف إمتى؟ لو بعد لو الفعل مبدوق بحرف من الست حروف الفويال أو حرف ال-H تمام؟ وبعد الفغب على طول بقوم حاطة كلمة PA والكلمتين دول اسمهم زرفي النفي أو طرفي النفي Il regarde la television هو يشاهد التليفزيون هذا الفغب حط قبليه هنا ن وبعديه PA وهتبقى الجملة Il ne regarde pas la television هو لا يشاهد التليفزيون Il a 15 ans هو عنده 15 سنة No Il n'a pas هنا بيت N' عشان الverbe اللي هو A Il n'a pas 15 ans هو ليس عنده 15 سنة في ملاحظة هنا المفروض ان انت تاخدها في الوحدة الجاية بس ما فيش مانع نقولها هنا بالمرة إن لو الجملة المثبتة فيها أدوات النجرة A أو UN أو D طبعا جاية بعد الفعل الأدوات دي لو حولت الجملة إلى صيغة النفي الأدوات دي ما ينفعش تستخدمها كما هي ولكن يتم تحولها إلى D والد ممكن تبقى D' لو الصادف ان جاية بعد كلمة مبدوقة بحرف V تمام؟ دي قاعدة عامة بتطبق في كل الأحوال إلا حالة واحدة بس إلا إذا كان الفعل المنفي هو فعل être J'ai un cahier أنا معي كالراس عيزاً فيها سأدور على الفعل هذه الفعل اللي هو E لو فرب أفوار حط قبلي E ورجع الجول أصلها يبقى Je n'ai pas أنا ليس عندي الجملة كان فيها A أداة نكرة طالما جملة اتنفت الأداة النكرة تحول إلى دو Je n'ai pas de cahier C'est un livre هذا يكون كتاب فين الفرب اللي هو EST هذه ال EST حطت قبلي N وبعضي PAS وال C رجعت لأصلها اللي هي SE يبقى Ce n'est pas Ce n'est pas Un livre كما هي لم تتحول إيش معنى A لم تتحول لأن الحالة الاستثنائية وجبت اللي هو فعل Êtr طالما فرب Êtr هو اللي موجود في الجملة أو هو اللي منفي لا يتم تحويل أي من الأدوات إلى دو وهنا بنكمل الأرقام من خمسين لمية خدنا 50 المرة اللي فاتت وقلتلكو حفظوا كويس كلمة 50 ودائما قلتلكو في الفيديو بتاع اليونت الأولى أو الواحدة الأولى أننا هنضيف من A إلى 9 يبقى 51 52 53 54 55 56 57 58 59 نيجي على 60 60 نفس الكلام هنكرر 60 ونضيف بعدها من A إلى 9 حلو الكلام كلام جميل وزي الفل نيجي عند 70 وهنا الجديد بقى مفيش سبعين في 60 يعني في 60 ولكن بعد 60 هنا هضيف من 10 من 10 إلى 19 إلى 19 يعني هتبقى 60 و10 70 60 60 11 60 60 12 62 63 64 65 66 67 67 67 67 67 67 68 69 لو الكلام جديد عليك بحلق له كده شوية وانت هتفهم الدنيا فيها ايه 60 بتضيف بعدها من 1 إلى 9 طالما انت في 60 دخلت في 70 بتاخد 60 وتضيف عليها من 10 إلى 19 نفس الكلام ده بالضبط وبالحرف بتعمل مع رقم 80 اللي هو 80 40 نفس القصة بتاخد 40 وتضيف بعدها من A إلى 9 من A إلى 9 من 1 إلى 9 من 1 إلى 9 81 81 82 81 89 نجى عند 90 برضو نفسي هتعمل اللي عملتوا مع 70 هتاخد 80 وتضيف بعدها من 10 إلى 19 80 80 81 82 13 11 19 وبعدين نصل للرقم 100 لو عايز فيديو تفصيلي عن الأرقام أنا عامل فيديو تفصيلي عن الأرقام وقيله بهدوء وبتروي عن كده كلمات الاستفهام خدنا كلمات في الوحدة اللي فاتت هنا هنزود عليهم ونضيف إليهم كلمات تانية أول كلمة معانا هي ask 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 بمعنى هل دي اللازم السؤال يتجاوب عليه we we no we yes no ask هل أنت تحب الموسيقى والمهم والضروري واللافط للنظر واللي لازم تعرفه كويس طول ما أنت بتدرس فرانسي أن الكلام بيجي بعدها مترتب مترتب يعني ما فيش حاجة سابقة تانية فاعل وفاعل ومفعول هل أنت تحب الموسيقى we أيوة jame la musique أنا أحب الموسيقى no لا jame la dessin بحب الرسم أو أقول je n'aime pas بما أننا أخذنا النفي je n'aime pas la dessin لا أحب la musique لا أحب الموسيقى طيب نفس السؤال ده لي طريقتين تانيين يا إما احنا قلنا هنا الطريقة الأولى اللي هي ask هو هو نفس السؤال بنفس الإجابات لي طريقة اللهجة ودي طريقة عمية إن أشيل ask واسيب السؤال زي ما هو tu yame la musique والمعنى هنا أن أنا بعل صوت سنة وأنا بأسأل وبخلي لهجتي لهجة استفهمية من غير محطة أدوات استفهام وأجيب الفعل الأول والفعل بعدي أداة الاستفهام المهمة للغاية هي أداة الاستفهام كاسك كاسك دي مهمة جدا أصلها ايه أصلها ك أو ك اللي هي ثلاث حروف ثلاث حروف دول ك ك بمعنى ماذا تسأل عن المفعول وتسأل عن غير عاقل مفعول غير عاقل طب كلمة كاسك دي ك اللي هي في الأول حطينا بعدها كلمة ask يبقى أنا عندي ك تحول إلى كاسك تبقى كلمة كبيرة كده هنعرف الكلام ده بالتفصيل بعدين عموما عندي سؤال شهير للغاية كاسك وضيف بعده اللفظة say اللي هو ما هذا what is this هنا تسأل عن كل ما هو غير عاقل أي حاجة أنت شاهدها قدامك تقول what is this ممكن أخلي السؤال بلهجة عمية كاسك دي تحول إلى quoi لو جات في آخر السؤال say quoi بالبلد كده ايه ده او ده ايه خلاص quoi ترجمها بالبلد ايه ممكن أقولك tu mange quoi انت بتاكل ايه tu am quoi انت بتحب ايه وكمان بتيجي لو في حالة إذا جات مع حرف جر يعني عايز أقولك بماذا تلعب بماذا تضرب بماذا تقطع ماذا دي اللي هي كاسكو هتحول إلى quoi علشان هيجي قبلها حرف جر وده هتشرح بالتفصيل في شرح أدوات الاستفهام إن شاء الله عموما السؤال الشهير اللي لازم يكون محفوظ جدا في الديون الدي هو كاسكو س ما هذا دايما بتسأل عن تاني عن غير عاقل وبتاخد س معك في الإجابة س بيجي بعدها كلمة مفرد سواء مفرد مذكر أو مفرد مؤنف المهم يكون غير عاقل عكس الوحدة الأولى لما كنا بنقول س أحمد و س وليد كنا بنتكلم بعاقل وكان السؤال بيجي بمن هذا وطبعا لو الإجابة هنا جمع بتلاقي س تحولت إلى الشكل الجمع اللي هي إيه؟ مين فاكرها؟ س سان تمام جدا إذا أداة الاستفهام كاسكو تسأل عن المفعول كاسكو تيام أو ليسي ماذا تحب في المدرسة؟ بحب البريك أو تقول أي حاجة ثانية أهم شيء طالما السؤال بكاسكو الإجابة تكون بغير عاقل أحب أي حاجة غراء ما يفعش تقول بحب زميلي غلط هيبقى الإجابة غلط خالص دي الملاحظة اللي قلتها إن كاسكو تحول إلى كوا إذا جت في آخر السؤال أو جت بعد حرف كر يعني كاسكو تيام دون تنسك ماذا أنت معك في شانتتك؟ ممكن أقولها تياك وإنت معك إيه في شانتتك؟ الإجابة هتكون في كلتا الحالتين واحدة جي أنا معي مقلمة وكتب وكرسات صفة الاستفهام كال كال قلناها بالتفصيل الوحدة اللي فاتت كال بيجي بعديها اسم تمييز مفرد مذكر وكال يجي بعديها اسم تمييز مفرد مؤنف وهما الاتنين يجي بعديهم الاسم على طول أو يجي بعديهم فارب اتر متصرف والاسم يجي بعد فارب اتر هقول الأمثلة سريعا كال جوغ ما اليوم كلمة جوغ مفرد مذكر فاجبنا لها كال كده كال جوغ صم نو في أجي يوم نكون نصم سامدي أو لاندي أو مغدي نحن نكون كذا ده لو أنت بتسأل إحنا في يوم إيه النهاردة طيب لو كلمة مؤنف كال كولار تيام ما اللون الذي تحب؟ جام لكولار غوز أحب اللون الوردي ممكن أقول جام لغوز الوردي لو جبتها الوحدة ستأخذ ل لأنها مذكر كاسم لكن هنا جاية كصفة لكلمة لا كولار لأن لا كولار مؤنفة ممكن يجي بعديهم فارب اتر كاله لنوع دو تون كوبان ما اسم زمي لك مون كوبان سابل كذا كاله لدات ما هو التاريخ اجوغدوي كلمة دات مؤنف بالتالي جبنا لها كل مؤنفة اليوم سابل اليوم سابل يمكن أن تصبح كال بحرف الجر لو بتسأل عن الشهر اللي إحنا فيه عايز أقولك في أي شهر إن نكون شهر اللي هي مواء أخيرها اس بس هي مفرد مذكر بالتالي واخد كال المفرد المذكر يبقى هنا في أي شهر نحن نكون أو نكون نحن الإجابة حرف الجر ده لازم يتضمن في الإجابة نحن نكون في أكتوبر أداة الاستفهام الأخيرة كان متى كنت متى أنت ولدت كان من أهم أدوات الاستفهام وأكثرها تكرارا متى تسأل عن الزمن جوسويني أنا تولدت ل طالما قلت للي لازم يجي بعدها اليوم والشهر تمام يا شباب ندخل بعد كده على المواقف بيقول يعني يحدد هوية خبالك بقى هنا إيه شيء لكي تحدد هوية شيء كنت تقول هذا الهاتف المحمول هذا الهاتف المحمول هذا الهاتف المحمول هذا الهاتف المحمول في الحالتين يجب أن تتكلم عن غير عقل لأنه قال لك أبجي كنت تجد زميل يسأل حضرتك مهم جدا جدا عن ما أو عن الشيء الذي تجد فيك أنت تمتلكه في مقلمتك كنت تقول له أو أيه؟ بسألك ما ألمتك فيها أيها تقول جي أين ستيلو معندي ألم ومسترة في مقلمتي دام ماتخوس في مقلمتي مهمة جدا إليا يوجد دا إكسيبريسيون مهمة جدا ستيلو كي تسأل زميل عن يوم ميلاده إتولاد إمتى يعني؟ كنت تقول كنت تقول طن عنيفرسير كن متى يكون طن عنيفرسير تاريخ ميلادك أو عيد ميلادك طن عنيفرسير تاريخ ميلادك أو عيد ميلادك سي كن يكون و متى دي اللهجة العمية اللادات الاستفاهم ديجي في الآخر بيبقى السؤال بلهجة عمية كلا هما فيهم كلمة كن لكي تستعلم عن تاريخ ميلاد ركز هنا بين كلمة ميلاد وهنا كلمة عيد الميلاد تاريخ ميلاد زميلك كنت ستقول له كن نفس الكلمة متى أنت ولدت متى ولدت كالة تاريخ ما هو تاريخ كلمة تاريخ مؤنف جبت لها كلمة مؤنف كلمة تاريخ ميلدك كلمة أنه قبل ميلاد زميلك كلمة تاريخ ميلاد اشوفreatًا جيداً انا اتمنى لك كلمة تاريخ جيداً أنا أتمنى لك ممكن لك أو جواييو عيد ميلاد سعيد ليه تروق ميلاد أنت بتسأل زميلك عن ميوله أكيد سأقول له ماذا تحب كاذك تحب ماذا أنت تحب أو شال كاذك دي كلها وحط مكانها كوا في الآخر أنت بتحب إيه زميلك بيسألك عما أنت تعشق في المدرسة خبالك من تعشق في المدرسة مش تعشق في أي مكان تاني أنت تقول أنا بعشق الفرنسي أو أي مادة دراسية بحب جدا بحب جدا زمالي في الفصل يعني أنا معطرد على الجزئية دي لأن دي فيها عقل والمفروض أن تسأل عن غير عقل يعني تخيل أن هي بقى الفصحة أو الفصل نفسه أو المدرسة نفسها أو أو أي مادة دراسية أخرى بعدا عن أنت تقول كلمة عقل تمام؟ صديقك يسألك ما تكون في المدرسة عما أنت تمتلك أو عما أنت لديك في غرفتك أو حجرتك أنت تقول جاء نغاكة دو تينيس أنا معي راكت تينيس في القضاء بتاعتي جاء نغاكة دو تينيس أنا عند كمبيوتر بالنسبة للإيميل هنلاقي بيقول سالو هرد وقول نفس التحية كمان اي تاتخوس؟ اتفقنا أن كمان بتسأل عن الصفة لازم تديني صفة؟ هو بيقول لي تاتخوس ما ألمتك أنا أزلها بما يبقى ما تخوس ما ألمتي اي أنا أزل اي أنا لو عايز أخد الجمل زي ما هي يبقى ما أتخوس اي مقلمتي تكون وأقول أي صفة بقى زي بتيت جراند روج روز جون أقول أي كلمة أو أي لون أو أي صفة أنا عايزها واستخبال إنها كون صفة مؤنسة هنا ما قالش كده وقال جاء يون بتيت تخوس أنا عندي مقلمة صغيرة دو كالكولور يتتخوس من أي لون تكون مقلمتك؟ إلي مارو هي تكون كذا كسك تيا ماذا أنت لديك دون تتخوس في مقلمتك؟ دون ماتخوس في مقلمتي إلي يوجد يوجد un crayon دي ستيلو et une gomme سالو 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 توجد كال عاج؟ انت عندك كم سنة؟ كم عمرك؟ أرد وأقول جاي سيزان عندي 16 سنة كون اي تون انيفرسيغ متى يكون عيد ميلادك؟ هنزلها زي ما هي بس بدل طان هتبقى ما مون انيفرسيغ اي عيد ميلادي ونزل الفعل وقم قاية ل ورقم وشهر ل سي نوفمبر السادس من نوفمبر كل كادو تيعم ما الهدية التي تحب كلمة كادو مذكر جبنا لها كل المذكر جام لماكات بحب المكتات أو المجسمات قول بقى اي حاجة ليفلر الزهور ليبغاس لي الحزازات الاستيلو الأقلام الجاف وغيره بالنسبة للموضوعات في الوحدة بيقول اوصف حقيبة الزهر لديك استخدم كلمة استخدم كلمة كتب وتخوس مألمة يريد كل واحد من حضراتك يكون يعرف يكتب الموضوع ده كويس جدا تمام اوصف حقيبة الزهور كبيره جائحة في حقيباتي جائحة بالنسبة للمسي اوصف حريباتي يتكلم عن حفلة عيد ميلاد زمي لك فادي يتكلم باستخدام البرب اتر وهور الساعة وميزون المنزل أو البيت يتكلم عن حفلة عيد ميلاد زمي لك فادي عيد ميلاد يكون رقم وشهر يوم 10 أكتوبر ينظم حفلة في المنزل وستخدم كلمة ميزون الحفلة تكون في الساعة الثامنة واستخدم هنا كلمة أنا بعمل حزازة لكي عيد ميلاده كده احنا خلصنا مراجعة الوحدة الثانية من منهج أولى فانوي في النهاية لو كنت بتشوف الفيديو على يوتيوب ما تنساش تنزل التطبيق بتاعنا والرابط بتاعه في وصف الفيديو لانك من خلاله هتقدر تشوف دروسك بالترتيب وتنزل الملفات البيدي اف اللي بنشرح منها وكمان تحل اختبار على كل فيديو شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة